بردقا بردقا طبعا اول ما قد كده كل واحد قد يفكر بكراش صح او لا وتعرفون ان اصلا بردقا اقول لكم خلق لكم ذا الحلقة خمس اشياء عن كراش ما كنت تعرفونها خلنبدأ اسمه كان المفروض يكون ويلي ومبت او ويز او ويزي لكن نوتي دوغ هددوا انهم بيتركون المشروع لو ما سموه كراش بانديكوت وسبب تسميته كراش لانه كان يكسر صناديق او يصدم فيها السبب اللي خلى كراش ما يتكلم لان المطورين في ذاك الوقت قالوا ان الشخصيات اللي تتكلم مملة وتخرب الشخصية فعش كده قررنا ما يعطونا صوت لما كراش ياخذ القناع كل الناس يحسبونا يقول بردقا حتى انا كنت احسبها بعد يقول بردقا لغة افريقية ولا شي بس طلعي انه يقول بادي غارد يعني حارس شخصي بس يقولها بسرعة بادي غارد شي زي كده في لعبة كراش باندي كوت واربت اللي هو الجزء الثالث كان كراش عنده ثلاثين الف اطار رسوم حركي والمنطورين قالوا انه يعتبر اكثر شخصية عنده هذا العدد من اطارات في ذاك الوقت السبب اللي خلى نوتي دوغ ما يحطون رقبة لكراش لانه يكون في مضلعات اكثر والبستيشن ما رح يتحمل انه يشغلها يعني لو كان في رقبة كان لما يتحرك يمين يصار يحتاج مضلعات اكثر ان يستخدمها وهذه كانت الخمس اشياء عن لعبة كراش باندي كوت ان شاء تكون استمتعتوا ان شاء تكون استفدتوا اعجبكم فيديو عطونا لايك لا تبخلون علينا وسووا سبسكرايب عشان تجيكم اشياء رهيبة زي كده الفيديوهات هذه كما كن في هذا الشيح اشوفكم مرة ثاني فيديو اخر على قناة تروغيمينج مع السلامة ز Birmingham زوجنا 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 زوجنا